بتطل على الجبل ووسط النيل الزرع والشجر محاوتها على دورين وفيها بدل حمام السباحة اتنين وتصميمها نوبي فخم وديكوراتها كلاسيكية فوقيها قبة كبيرة وقدامها جنينة يرمح فيها الخيل مليانة نخل وفيها ريح الطفولتو جولة داخل فيلة الكنج محمد مونير في أسوان يطرى ايه سر حب الكنج للفيلة دي تفتكروا موجودة فين في أسوان والمفاجأة بقى سعرها كام ومين اللي بيقعد فيها ايه الكليبات اللي تصورت في البلة دي وايه اسم البلة كل ده هتعرفوا معايا في الفيديو ده بس تخليكم متابعين للآن الكنج محمد مونير معروف بحب البلد والنوبة واعتزازه بيها لدرجة انه حتى لما اكتشف انه صوته حلو قالك لا يمكن اغني الا نوبي ما هو ده اصلي اللي لا يمكن اتخلى عنه وسبحان الله رغم انه لف العالم كله ومفيش دولة اللي قاعد فيها فترة طويلة ومع ذلك ما حبش غير بلد واسوان وعدتها وتقالدها اللي لسه بيتعاملوا بيها مع العلم انه قاعد بقاله سنين في القاهرة بحكم شغله بس بعد فترة من استقرار الكنج في فيلا ملوكي في القاهرة لقى نفسه مش مرتاح خالص وبيحن البلد واسوان وينفس يروح ويقعد في بيت ملكه هناك واستأهله وناسه علشان يسترجع ذكرات طفولته واجداده والحكاوي اللي كان بيسمعها منهم وهو صغير وكمان علشان يهرب من زحمة القاهرة للأسباب دي بنا تحفة معمارية مميزة لا يمكن تشوف زيها خالص حاجة كده عصرية بروح قصوانية قديمة وهي الفيلا بتاعته اللي عملها على جبل عالي على ضفاف النيل تبقى فوسط النيل على مركب وتعدي عليها تشوف فيلا ملوكي ما تقدرش تشيل عينك من عليها بسبب جمالها وتيجي بقى تدخل الفيلا دي تلاقي سلم طويل زي السلالم ده زرع كتير وحديد وبعد ما تدخل جوا تلاقي جنينة مليانة نخل وشجر وزرع ونصحتها كبيرة لدرجة ينمح فيها الخيل برحته أما بقى تصميم الفيلا فكان دورين ومبنية من الطوب الفرعوني اللي يدي انتباع نوبي والدور الأول فيه تلات شبابيك إزاز وعليهم حديد بيطلوا على الجنينة دي أما الدور التاني ففيه بلكونة كبيرة بطول الفيلا كلها وعليها حديد وخشب وكمان فيه شبابيك إزاز كبيرة على نفس شكل الشبابيك اللي تحت وما اقول لكوش بقى على جمال ديكورات الفيلا من جوة أول ما تدخلها تحس انك في بيت ملوكي وتقول لا يمكن الديكورات والكراسي والعفش اللي فيها ده من مصر لازم يكون من باريس بلد المعمار والموضة والجمال وعلى سطح الفيلا بقى قبة كبيرة تشبه قبة جامعة القاهرة وكمان بطول السطح ده خشب وحديد يعني كأنها بلكونة وعلى الجانب التاني من الفيلا في بيسينة عمقه كبير جدا وشكله غريب الصراحة ده غير إن حواليه أماكن استراحة كبيرة تحس فيها إنك على شاطئ البحر في الساحل الشغير أو العين السخنة الفيلا دي الكنجي سماها الملك وكمان من كتر حبه فيها صور الفيديو كليب بتاعه أنا منك اتعلم جواها وأغلب الوقت قاعد فيها يعني أول ما يخلص شغله في القاهرة بيطير عليها يقعد وسط النيل والزرع وأهله وناسه ومحمد مونير كان صرح إن البلا دي كلفته مبالغ ضخمة جدا لكن الرقم مش متحدد كان بالزبط قلولي بقى إيه رأيكم في اختيارة محمد مونير في تصميم البلا شاركونا برأيكم في التعليقات